ملهم من أنواع الثرابي التفريغ النفسي نحاول نعزز فكرة تنظيم الوقت ولكن بطريقة فنية أكثر الاسم الوحيد اللي احنا فعلا اقتنعنا فيه وحسنا ممكن يعبر عن مشروعه من قدمه هو كان ملهم بالآخر ملهم يمكننا سببين السبب الأول ان احنا الفريق كلنا طلبة جامعيين ما زلنا ما زلنا يعني بعمرنا ما بنبدأ مشاريع بهذا الحجم فدائما كنا نطمح نحن نكون ملهم او احنا انفسنا ملهمين لغيرنا مشروع ملهم في البداية بدأ من البيت كنا اونلاين كان فريق صغير مكون من شخص شخصين فقط استأجرنا مكان صغير كبر الفريق شخص شخصين بعد هيك بدأنا نتوسع في طبيعة المنتجات اللي احنا بنقدمها بالأفكار بتعددها او تنوحها فبعد ذلك انتقلنا للخطوة الاخيرة اللي هي نحن نكون هنا في مكان خاص منعرض منتجاتنا منقدر نستهدف فيئة اوسع او حتى منقدر ان احنا نقدم منتجاتنا بطريقة شيقة اكتر للناس يقدروا يشوف المنتج بانفسهم يتعرفوا عليه ملهم حاليا بيصدر او قلينا نحكي بيقدر يوصل لكل انحاء العالم لكن طبعا بالنسبة لنا عقبة التوصيل عقبة كتير كبيرة سواء او اي مشروع فلسطيني لانه عدم موضوع اغلاق المعابر وانحنا ما منقدر نوصل منتجاتنا بسهولة او تكلفة التوصيل حتى وصلنا قبل هيك للكويت لتونس لامريكا كنا قادرين ان احنا نستهدف ناس من هناك وبالاخر لما يعرفوا ان المنتج مصنوع من غزة وبالذات من فلسطين بالنسبة لهم هذا بشجعهم اكتر انهم يحصلوا على هذا المنتج من ايدة فلسطينية حاليا في الضف في عنا ثلاث نقاط بيع في نابلس في القدس في جنين بنحاول كل ما نقدر نتوسع اكتر نوصل منتجاتنا ايضا لاخوانا الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية اشتركوا في القناة